صحا عيدك مجدا صحا عيد كل المشاهدين إن شاء الله نعم مجدا توقعات الوضعية الجوية رأنا شفنا ما بين أول أيام العيد وثاني أيام العيد فيه ارتفاع محسوس في درجة الحرارة نوعا ما هل هذه الوضعية راح تبقى على كل الولايات أم أنه مع أنه راح في فصل الصيف درجة الحرارة تكون مرتفعة هذا أمر مفرغ منه لكن هل راح ترتفع أكتر أم راح نشهد انخفاض نعم مجدا تبقى دايما الأجواء الصيفية حارة يعني أمر عادي يعني في فصل الصيف تبقى دايما أقول سجد درجات حرارة قياسية من فترة إلى أخرى وبالإضافة لكل ذلك الجواء إن شاء الله راح تكون ماطة دائما بعد الظاهرة على المدن الداخلية تشكل خلايا راعدية على أغلب المناطق الداخلية وحتى على أقصى الجنوب ونهار اليوم مصالح الأرصاد الجوية قامت بإصدار التنبيه من الدرجة الأولى أكدت من خلاله على تساقط أمطار راعدية تكون معتبرة محليا إن شاء الله بداية من صباحة اليوم الأمطار راعدية على المناطق الداخلية أو بداية من ساعة ثلاثة بعد زوال اليوم تستمر إن شاء الله الأمطار في التساقط إلى غاية منتصف الليل الولايات المعنية كل من ولايات البيض النعامة بالشرب برج بجيمختار إنكزام وكذلك ولايات تأمن راس إن شاء الله يا رب تكون أمطار خيب نمر الآن مشاهدين إلى خيب توزيع تساقط الأمطار بحول الله أو تنبيه ثاني فيما يخص ساقط الأمطار إن شاء الله بداية من الساعة التاسعة من صباحة اليوم تستمر الأمطار في التساقط الأرعدية محليا لغاية الساعة السادسة من مساء اليوم وهذا عبر كل من ولاية سقه راس أم البواقي خنشة وكذلك ولاية التبسة نمر إلى التوقعات فيما يخص خيب توزيع تساقط الأمطار بحول الله بداية من يوم غدا الجمعة إلى غاية يوم الأحد الثاني من شهر جويل ينحظ الأجواء مستقرة على العموم خلال فترة الصبيحة وحتى الفترة الليلية وكذلك الظاهرة بعد الظاهرة يعني في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية منتصف الليل احتمال تشكل خلايا رعدية من فترة إلى أخرى نلاحظه خاصة على المدرنة الداخلية الغربية وكذلك الشرقية بعض الأمطار تكون حاضرة إن شاء الله يوم السبت سبيحة يوم السبت على السواحل الشرقية سواحل بجاية جي جي سكيك داع النابة والطرف يعني أمطار جدا متفرقة أمطار رعدية إن شاء الله كذلك تكون أمطار رعدية حاضرة على أقصى الجنوب بالضبط على كل من مدينة إنكزة كذلك برج بج مختار وتامانراز فيما يخص الكتل الهوائية ودرجات الحارة إن شاء الله المرتقبة بداية من يوم غدا الجمعة إلى غاية يوم الأحد نلاحظه الأجواء الحارة الصيفية درجة حارة عادية إن شاء الله أحد بقديم تخص جل ولايات الوطن بدون استثناء فيما يخص السواحل الوطنية رح نسجد إن شاء الله ما بين حوالي 30 كأدنى مقياس وأعلى مقياس حوالي 40 درجة على أغلب المناطق الساحلية تكون مرتفعة خاصة على السواحل الغربية وكذلك الوسطى المدن الداخلية ما بين 37 إلى 45 درجة كأعلى مقياس مرتقب خاصة على المدن الداخلية الغربية كل من مدينة معسكر غيزان شلف سيدبل عباس كذلك سعيدة فيما يخص المناطق الجنوبية جواء جيد حر درجة حرارة جيد قياسية بيعتبت 49 درجة حتحرفها كل من مدينة بشار بن عباس كذلك تندوف أدرال حتى على ماتيميمون إنسالح غردايا لمنيعة ورقلاتو قوت ولا جلال بسكرة كذلك المغير الواديا نلاحظة أن أجواء جيد حرارة بين 47 إلى 49 درجة مئوية تحتظل إن شاء الله فيما يخص فترة الصباحة وحتى الفترة الليلية نبقى دايما نحسوا بالتقس نوعاً ما حر نسبياً كون درجة الحرارة إن شاء الله تراوح ما بين حوالي 20 إلى 25 درجة وهذا على أغلب المناطق الشمالية للبلاد وما بين 30 إلى 35 درجة بالمناطق الجنوبية ما ننسوش كذلك مشاهدين فيما يخص سواحل الوطنية خلال هذه الفترة تكون نسبة رطوبة عالية تعرف أغلب المناطق السحلية للبلاد تكون مبين 80 إلى غاية 100 في المئة بالحديث عن التقس الحار يجرون الحديث عن حالة البحر كوننا في موسم الاستياف والبحر والآخر إن شاء الله بداية من يوم غد الجمعة إلى غاية يوم الأحد سيكون بحر هادئ وجميل على طول الشرط السحلي مع رياح تراوح سرعة بين 10 إلى غاية 40 كم في الساعة رؤية حسنة فيما يخص اتجاه الموجة شمالية شرقية تماماً على السواحل الغربية من شمالية إلى شمالية شرقية السواحل الوسطى وكذلك الشرقية درجة حرارة مياه البحر لتهم جميع المصطفح يكون بحر جد دافئ يكون ما بين حوالي 24 إلى غاية 25 درجة إن شاء الله مشاهدين الجواء حارة تستمر تخص أغلب ولايات الوطن مع أمطار رعدي إن شاء الله ستكون حاضرة بعد الظاهرة وخاصة على المدن الداخلية وحتى على أقصى الجنوب إن شاء الله ستكون أمطار خير بهذا السلطي ورقة تحاولت نعود الآن إلى ماجدة لاستكمال بقية الأخبار شكراً لك حسيبة على توقعات الوضعية شكراً لك حسيبة على توقعات الوضعية